بشارك الكرام في كل يوم نلتقي نتذاكر بهموم هذا الوطن وفي كل مرة وفي كل يوم وفي كل حديث لدينا مأساة ومأساة كبيرة حينما ينتهك هذا الوطن وحينما يفقد هيبته ويفقد احترامه امام عالم كان بالامس عندما نومئ باصابعنا يأتي راكضا واليوم تستبح هذه الاراضي ويقتل عراقيون بسطاء يقومون بواجباتهم على ارضهم دون ان يعتدوا على احد وهذا الموضوع من سنوات وسنوات طويلة حكومات جاءت وحكومات ذهبت حكومات اتت وحكومات خرجت ونحن نصرخ ونقول يا ناس يا عرب يا اخوان خلوا عنكم على بلدكم وتعلموا كيف تحكمون وكيف تكونون حكاما الحكم في العراق ليس ترفا وليس كلمة تكتبها في سفي اليوم او غدا العراق وشعب العراق لا يمكن ان يحكمه رجالا لهم في السلطة شهوة او رغبة العراق مطبع لكل لكل الكائنات لكل الدول فيحتاج الى رجال حقيقيون يحكمون ويقررون بلا خوف ولا وجل ماذا يجري في شمال العراق لماذا ومنذ سنوات تركيا تستبيح هذا البلد تدخل وتخرج كيف ما يحلولها تقتل وتستبيح وتقيم معسكرات في هذا البلد او ذاك وفي هذه البقعة او تلك دون ان يسألها احد جاءت بامر من من ادخلها من سمح لها من اوما لها من اوحى لها نحن اصحاب البلد نسأل وحكامنا اذن من طين واذن من عجين شنو شنو الموضوع اذا كنتم خانعون واذا كنتم تخافون واذا كنتم جبناء واذا كانت لكم مصلحة مع هذا او ذاك فنقولها كما قلناها لكم غدا قبل غد واليوم وبعد غد نكرر القول ان مصلحتنا الحقيقية هي على ارضنا وعلى كرامتنا وعلى شعبنا وعندما يتم الاعتداء على الاراضي العراقية فان اعمرنا لا تساوي شيئا وان نخنوعكم واستسلامكم وانبطاحكم لهذه القوة او تلك لا يشكل لنا اكثر من علامة ولا نتردد ان نقولها بوجه الجميع ان من يهن يسهل الهوان عليه وان من يرضخ ومن يبيع كرامة العراق فليغادر هذا البوقع الان وقبل غدا لن نقبل وقلتها واقولها واكررها العراق للعراقيين والذي يريد ان يحكم فعليه اولا ان يكون وطنيا عراقيا بهوية عراقية خالصة لا شرقي ولا غربي وثانيا ان يكون شجاعا ولا تأخذه في الحق لو ما تلائم ليش خمس شهداء الان ومن اشهر ومن سنوات تركيا تقصف تحت حجة البككة وليش بيطلعون البككة ليش بردت مجاهدي خلق طلعتهم مجاهدي خلق وليس نشكل اعتراضا على خروجهم او نشكل اعتراضا على بقائهم ليش البككة ما حد يطلعه وليش بتبحور فيه سنجار تجرة العالم كتلة العالم شردة العالم نسحة العالم ماكو قرار ماكو قرار من المتسبب اذا انت ابنائك هيتش رخيصين عليك ليش تعتب على التوكي وانا اسجل عتبي على الحكومة حينما يصرح اليوم الاخ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة حينما يقول ننتظر رد الحكومة التركية على الاعمال التي قامت بها في شمال العراق شنو ننتظر ننتظر اوردوغان شي يقول لنا ننتظر يقول لنا الطائرات قتلت بالخطأ ليش هو هذا اول قتل هو هذا اول خرق ايران تضرب تركيا تضرب الطائرات الامريكية بكيفة الطائرات الايرانية بكيفة اذا ما تقدرون ليش صارين حكام وليش بسوين حكومة وليش تبهذلون هذا الشعب وليش تبتهلون كرامته اكو مثل صيني يقول من لعبة بغير فنه تعب اشتغلوا على قدكم تقدرون تصير حكام تفضلوا ما تقدرون غادروها احسن ما الشعب اي كسر الكراسي فوق روزكم ترجمة نانسي قنقر